نجمة الإسرائيلية الشرسة الرامية إلى سرقة أراضي المواطنين لأغراض الاستيطان بذريعة عدم وجود أوراق ملكية تثبت حقوق المواطنين فيها افتتح في بلدية بني زيد الغربية مكتب تسوية الأراضي لإتاحة المجال أمام المواطنين لتنفيذ معاملات تسجيل أراضيهم بأسماء مالكيها وتحديد حدودها ومساحتها في الدوائر الحكومية المختصة خاصة في المناطق المسنفة جيم تثبيت هذه الأراضي بأسماء مالكيها ومواطنيها وأصحابها الأصليين والحقيقيين هي أهم ورقة ستكون في وجه الاحتلال والدعاءات لأن هذا التطويب سيشمل كافة أراضي بني زيد الغربية اللي هي بتشمل بيت ريمة ودير غسانة مناطقها ألف وباء وسي تعاون البلديات مع سلطة الأراضي لتفعيل هذا المشروع والعمل القانوني تحت لواء تطويب الأراضي هو رد طبيعي على ممارسات الاحتلال ومحاولات استغلال غياب تلك الوثائق والاحتيال على ذلك لتمرير أطماعها التوسعية ومحاولة السيطرة على أكبر قدر من أراضي المواطنين الخطوة هذه في بلدية بني زيد الغربية بتشمل أولا ثلاث مانية وعشرين ألف دنم من مناطق A وB وC من الناحية القانونية هي تثبيت ملكية الأراضي أي نزاعات تتعلق بهذه الأراضي يجب أن ننهيها وهذا طبعا يفيد المواطن في تثبيت حقوقها وفي عدم تسريب الأراضي المواطنون فور سماعهم بالمشروع ومدى أهميته تداعوا إلى مكتب تسوية الأراضي هنا لتثبيت حقوقهم الأصلية في أراضيهم بالقانون حفاظا عليها من سياسة النهب الإسرائيلية التي اتسعت مؤخرا لا سيما بعد مصادقة الكنيسة الإسرائيلية على قانون مصادرة أراضي المواطنين التي أضحت الأرض الفلسطينية بموجبه مستباحة ووجهة لأطماع الاحتلال تأتي هذه الخطوة من أجل قطع الترك على مخططات الاحتلال الهدفة إلى السيطرة على أكبر قدر من أراضي المواطنين بحجة عدم وجود إثبات لملكياتهم لها من أراضي بلدة بني زيد الغربية حنين الحلو تلفزيون فلسطين